في فيديو مختصر جدا بإذن الله تعالى هكلمك عن مفهوم الروحانيات النورانية علشان في ناس كتير جدا فهم مضمون ومفهوم الروحانيات غلط فهم الروحانيات من جانب واحد بس وهو إنك تمتلك خادم وتقدر تتحكم فيه وتؤمره يكشف لك ويخدمك في جلب أخبار الناس ويئذي فلان ويساعد فيه قيلك فلان الموضوع ده نتكلمت عنه أكتر من مرة وحابب أكلمك عنه مرة تانية الروحانيات النورانية أخي هي التي تشرق على قلب العبد وهي الصفات التي تتغير في العبد أثناء سيره إلى الله وهي الأحاسيس التي يستشعرها المؤمن من توفيق ورضى ومحبة الله له وهي الخاطر في باطن الإنسان الذي يرشده إلى الصدق والصواب بطريقة اليقين بصورة وبشكل لا شك فيه أبدا هي ده الروحانيات الحقيقية اللي كلنا بنسعليها وإنت كمان لازم تسعليها لكن خد بالك الوصول للروحانيات النورانية طريق سهل جدا لكنه في نفس الوقت صعب جدا لأنك بتحارب أقوى خصم ديك وهي النفس قلتلك في فيديوهات كتيرة جدا فيديوهات سابقة يريد تراجعها أن مصدر طغطك الحقيقية هو عصيان النفس ولذلك بنصحك دايما بصحبة الصالحين وحضور مجالس العين والإكثار من قراءة القرآن الكريم والأسكار والصلاة على سيدنا النبي علي أفضل الصلاة وأتم التسليم وكن على يقين أن الزكر حصم حصين من كده الثلاثة النفس والقريم والشيطان فأكثر من ذكر الله وعلم أنك إذا ذكرته وذكرك والله تبارك وتعالى يتولى الصالحين فإن صبر وصابر العبد تبدأ تتوالى عليه الفتحات والكرمات والبشارات التي تغبيره بمحبة الله له وإن أحبك رب العالمين صخر لك جميع خلقه وأعانك عليها عاوزك تنسى خالص موضوع الخادم وتبدأ بنية خالصات تاخد لنفسك ورد يومي لذكر أو لصورة من الكرآن الكريم وتستمر وتجاهد نفسك وإنت هتشوف مدد نراني عظيم من بشارات وتجليات تخليك تندم على كل يوم فات من عمرك من خير ورد لكن أهم شيء النية أصلح النية أولا بعد كده هتتأكد من كلامه والله الموافق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته